نبقى في تعزلاك ميدانيا حيث جددت قوات الجيش الوطني مصنودة بالمقاومة الشعبية هجماتها على مواقع تمركز ميليشيا الحوث الإرهابية في جبهات متفرقة غرب المدينة لليوم الثالث على التوالي وأكدت مصادر عسكرية ليمن شباب تجدد المواجهات العنيفة صباح اليوم في جبهة العنين التابعة لعزلة بلاد الوافي في جبل حبشي وذلك ابتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع للميليشيا في ذات الجبهة المصادر قالت إن ميليشيا الحوثي شنت قصفا مدفعيا على قرى عزلة بني عيسى ردا على هجمات الجيش في جبهة العنين ما تسبب في إغلاق مدرستي الحمزة والفاروق بسبب القذائف الحوثية المتساقطة على القرى ومنذ يومين شنت قوات الجيش هجمات متواصلة على مواقع الميليشيا في جبهات غرب المدينة تمكنت خلالها من التوغل في منطقة الأخطوب التابعة لجبل حبشي وعزلة الأخلود التابعة لمدرية مقبنة للاطلاع أكثر حول الأوضاع الميدانية في جبهات تعز ينضم معنا مراسل يمن شباب أيمن قائد أيمن أهلا وسهلا بك إذن كيف تبدو الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات تعز نعم المواجهات ناشطة في هذه الأثناء في جبهات الريف الغربي تحديدا في جبهة الحبشي في جبهة العنين هجمات قوات الجيش الوطنية مستدرة على مواقع مدرستي الحوثية الأرهابية في هذه الأثناء وتحضر هذه الهجمات لقوة الجيش برفقة الإثمات الجوية لمقاتلات التحالف العربي حيث سنت عدد من الغارات الجوية على مواقع ميليشي الحوثية الإرهابية في جبهة العنين خلال الساعات الماضية وتمكنت من الحق سائر كبيرة في صفوف الميليشيا على الصعيد المادي وعلى الصعيد البشري تقول المصادر العسكرية الميدانية هجم بأن المواجهات مستمرة في هذه الأثناء بأن تقدم قوات الجيش الوطني مستمر خلال هذه اللحظات وتمكنت القوات من استعادة السيطرة على عدد من المواقع وتلال الحاكمة في جبهة مقبنة هي الأخرى التي كانت تشهد خلال الساعة الماضية مواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا تمكنت خلالها القوات كذلك من إحراز تقدمات ميدانية وإلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف الميليشيا في الجبهة الشرقية كذلك شهدت الجبهة خلال الساعة الماضية أو تحريدا في صجر اليوم الثلاثة مواجهات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الجيش والميليشيا لم يحرز أي تقدم بحسب المصادر الميدانية في الجبهة الشرقية والآن تشهد الجبهة غدوءا نسبيا وغدوءا حظرا وحيث أن الجبهة الشرقية ذاتها كانت قد شهدت مواجهات خلال اليومين الماضيين وهي اشتباكات متقطعة بين الطرفين بينما في الجبهة الغربية المعارك مستمرة منذ أكثر من 48 ساعة بإثنة مقاتلات التحالف القوي الذي تقول قيادة عسكرية في محور تعز بأن هذا الاتناد أثر على سير المعركة إجابا قلال الأيام الماضية نعم مراسل أياما شباب من تعز أيمن قائد كله شكر لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة